من الأخبار اللي بتبقى صعبة وتقيلة على البني أدم حبتين هي بالتأكيد أخبار الوفيات ولما يبقى المتوفي واحد من الأسماء اللي ساعدت على بشكل أو بآخر تكوين وبناء وجدانك كاتبنا الكبير كاتب السيناريو الكبير أستاذ فصلنا دا الله يرحمه توفيه النهاردة كان تعبان السن كبر وصل لواحد وتمين سنة ربنا يا رب يرحمه توفيه النهاردة أستاذ فصل بالمناسبة دي صورته يمكن فيه أجيال أنا لاحظت النهاردة وأنا بتكلمه يمكن مع بعض زملائي الأعزاء من الأجيال الصغيرة لهم يعني 30 سنة 29 وحاجات زي كده مش عارفين الاسم كويس أستاذ فصل دا كان واحد من أكبر وأهم وأشهر كتاب السيناريو في مصر لفترة ليست بالقليلة على الإطلاق وكان يشتغل إنه يكتب مصرحيات مسلسلات أفلام مسلسلات إزاعية وكان ليه مدرسة متفردة وخاصة في النقد الإجتماعي الساخر حقيقي يعني كان راجل خفيف الدم أنا هقول لك على سبيل المثال المتزوجون يعني واحدة من أجمل وأروع وأحلى المصرحيات اللي نشوفها لحد النهاردة ونموت على روحنا من الدحك صحيح إنه أبطلها في منهم اللي ربنا يديله الصحة على سبيل المثال الله يرحمه هتلاقي إنه وزارة الثقافة الحقيقة يعني مشكورة بجد دكتور أيناس عبدالدايم يعني أنا أحب منها الحاجات اللي بتبقى فيها لفتة بتاعة الإنسان قبل الوزير فقالت إيه بقى؟ قالت في بيانها كوزيرة وكفنانة بالمناسبة إنه الراحل ترك إرثا فنيا عبر بي عن المجتمع المصري وتناول قضايا بأسلوب مميز إبداعاته شكلت جزء هام من تاريخ السينما المصرية والمصرح المصري والتلفزيون المصري بل وفي الوطن العربي الله يرحمه سبيل سالنادى تولد سنة 1940 واتخرج من كلية التجارة في جامعة القاهرة حلو لكن من وقفة كلية بدأ مشوار فني كان في فريق التمثيل وزي ما كنت بقول لكم كده بدأ بعد كده بقى يقدم لنا مجموعة من الأعمال اللي لازم تموتك لروحك منضحك النقد الإجتماعي الساخر يا رب ولد على القصة بتاعة الأب اللي مصمم يخلف ولد مع إنه عنده تلت بنات زي الفل فاكرين أنتوا الفنان عسوي وفاكرين سامير غنم بالإفير الرائع بتاعي بتاعه أسف هو خارج من القوضة وبعدين في الفيلم في الفيلم خد بالك هو كان في الفيلم ده متجوز مدام إسعاد يونس وكان الله يرحمه يا رب أحمد راتب كان متجوز مدام دلال عبد العزيز فالمهم إبقى إيه هو سامير غنم خارج من القوضة فسعاد يونس بتقوله محفظ الخطوة يعني إس حبيبتي تموها أحبها وأموت فيها وإيه تحبني وتموت فيها فتقوله خلي بالك يا حبيبي هما الاجتماعي اللي هيتعمل مع فريد شاو إيه في الريسابشن تحت في الفيلا يعني هو خلي بالك يا حبيبي قال لها ما تقلق إيه مسافة الترق أو راجع وبعدين رح بصص على السقف قال لها بينناها هتمطر ورح شادد الجاكت عليه دمين غني دا كان رهيب رهيب مش طبيعي بالمناسب برضو دسوق أفندي في المصي في قصة اجتماعية جدا القضي والجلاد المعلمة سماح قضية سميحة بدران يمكن ما كانش فيه سخرية قوي البنات والمرسيدس نقد اجتماعي واضح سيقان في الوحل البنت الحلوة الكدابة دا كان نقد اجتماعي ساخر برضو وكوميدي الوفاء العظيم دا كان عن حرب 6 أكتوبر انت خد بالك انه فصل نادر رحمة الله عليه كان بيكتب كل حاجة كل حاجة زي ما كنت بقول لكم كده إزاعة موجود مصرح موجود مسلسلات موجود أفلام سينما موجود صهارات تلفزيونية موجود طيب هنقدم نقد اجتماعي بسخرية وضحك وكوميديا موجود هقدم أفلام ملحمية وقصص إنسانية إلخ 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 موجود الله يرحمهم طبعا هو وسامير غانم وجورج سيدهم الله يرحمهم عملوا طبعا مجموعة من المصرحيات الناجحة جدا زي ما كنت بقول لكم من شوية المتزوجون بس عملوا مع بعض كمان أهلا دكتور عملوا من أجل حفنة نساء أزواج بلا ماضي وفضل النجاح بتاع أستاذ فيصل نادر مستمر على المصرح وعملوا مصرحيات اسمها الصعيدة وصلوا لو تفتكر صفقة بمليون جنيه المدرسين والدروس الخصوصية أهلا بالسكان واحدة من أجمل المسلسلات اللي تتفرج عليها أستاذ حسن عبدين الله يرحمه يا رب نبيل السيد الله يرحمها يعني كانت حاجات جميلة كسبنا القضية عمر الحريري الله يرحمه وده مراجع الجداوي أحلام العصفير لفؤاد المهندس ومدام ميمي جمال حبها قوي بصوا أنا لو عادت أحكي مش هخلص وإرث الأستاذ فصلنا دا مش هزار مش هزار لو هتسرده هنقعد ساعتين ولو هتنقشه هتقعد أسابيع ده بجد مش هزار فخلوني أستأذن في أن إحنا من هذا الخبر نقدر نقول الله يرحمه يسكنه فسيح جناته يتغمده بوافر الرحمة والمغفرة اللهم أمين